شوفي اللقاء مع الرئيس بشار الأسد لما كان بوضع صعب جداً أنا داك كان معت فيه مع الدولة السورية ومع النظام السوري إلا دمشق وليس كل دمشق حلب مش موجودة أخدوها الحمى حمص المنطقة الجنوبية كلها الشمال كله الشرق كله وأنا داخل عنده فكنت عم بسمع القصف بديني ففجأت أولاً أنه حين دخلت لم يفتشني أحد ومعي الهواتف وما حدا دخلني تحت مكاناته ما إلى ذلك وكان هو واقف عند باب المكتب فسلمت عليه وتبدلنا كلام المجاملة ودخلنا إلى الداخل أنا بطبعي لا أجامل يعني أنا ما بعرف بيد وجه وسيادتك وعملت وبطل ومدري شو كل هذه الشغلات اللي بيحكوها الناس لا أنا حكيت واقع أنه يا سيادة الرئيس علامة راهن بعد وأنت فقدت تقريباً كل سوريا كيف ستربح هذه الحرب سألت الأسئلة اللي كل الناس عم تسألها أنا ذاك أنا فجأت أنه الرجل عارف تماماً كيف ستتطور الأمور بارد الأعصاب جداً يشعرك أنه هو أكيد سوف يستعيد كل هذه المناطق وقالها لي صراحة قال شوف يا استيسامي نحن كل هذه اللي عم تحكيهم حلب وحمى وحمص وكذا سنستعيدها قلت له متى لأنه شعبك عم يسأل وأنت بتحكيهم دائماً كأستاذ المدرسة يعني ما في عاطفي بالكلام غير أبوه يعني فقال لي أنا لا أعرف أن أقول خطاباً لست مالكاً كل عناصره فقط من أجل العاطفة أنا إنسان علمي أنا أعرف أنه سنربح الحرب ولكن لا أعرف متى وأقول للشعبي أنه سنربح الحرب ولكن لا أعرف متى قلت له طيب يا سيادة الرئيس السوفيات بالزمان خدعوه للزعيم العربي جمال عبد الناصر وكان زعيم العرب وكانوا مرهنين عليه فأنت مش خايف أنه يخدعوك الروس يعني وهل إذا اضطريت سيقاتلون معك فقال لي بالحرف وأنا فجأت أنا ذاك قال لي الروس معنا وأنا عندي تحالف استراتيجي كبير مع الرئيس بوتين والناس ما انتبهوا له كثير لما عقدته بأواخر 2006 بداية 2007 والرئيس بوتين ليس من أجل عيون سوريا سيأتي وإنما عنده مصالح كبيرة تفترض أن يكون التحالف بيننا وبينه قوي ولن يتفكك رجعت عدت السؤال مثل يا سيادة الرئيس هل سيقاتل معك الرئيس بوتين فقال لي سيقاتل أنا ذهبت إلى بيروت أنا ذاك ودعوت السفير الروسي السيد أليكسندر زاسبيكن إلى عشاء مع مجموعة من الأصدقاء وسألته قلت له أنا كنت عند الرئيس الأسد وقال لي أنكم ستقاتلون إلى جانبه هل فعلا الجيش الروسي سيقاتل؟ بالأول بدوا يعطيني جواب ديبلوماسي قلت له ساعة السفير أرجوك جاوبني بشكل صريح أو لا تجاوبني هل ستقاتلون إلى جانب الجيش السوري إذا اضطر؟ فقال لي أخي سامي سنقاتل إلى جانب الجيش السوري أنا مذاك بدأت أكتب أنه من الصعب أن لم يكن من الاستحالة أسقاط النظام السوري يعني عندك جيش تفكك جزء بسيط منه عندك كتلة بشرية حتى النزوح الداخلي موجود عند الدولة السورية عندك حزب الله يقاتل إلى جانبه عندك إيران يقاتل إلى جانبه وعندك روسيا ستدخل كيف بده يسقط هذا النظام؟ تعرفين إحنا عنا العقل العربي كيف كان لما تكتبي أنه من الصعب أن يسقط فورا الناس بيقولون لا إذا أنت مع نظام سوري قلت له لو كتب روبرت فيسك هذا الكلام بتقوله أنه هو مع النظام